في بغداد أكد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أن تسعة جنود عراقيين قتلوا بنيران صديقة لقوات التحالف وقال العبيدي في مؤتمر صحفي أن قوات التحالف الجوية كانت تغطي تقدم قوات برية للجيش قرب الفلوجة لأن الطائرات المروحية العسكرية العراقية لم تتمكن من التحليق لسوء الأحوال الجوية وتبع أن عدد القتلى في الضربة هم تسعة جنود بينهم ضابط وكان الجيش الأمريكي أقر بأن التحالف نفذ غارة جوية استهدفت موقعا قرب الفلوجة قد تكون أسفرت عن مقتل جنود عراقيين مشيرا إلى أنه فتح تحقيقا بهذا الشأن وقالت القيادة المركزية الأمريكية في البيان نحن ملتزمون تماما بسلامة شركائنا العراقيين فيما نواصل تدمير عدونا المشترك إلى ذلك قالت مصادر مختلفة اليوم إن 43 عنصرا من داعش قتلوا أو أصيبوا في غارة للتحالف استهدفت موقع للتنظيم في شمال غرب الموصلة ونقل عن شهود عيان أن الموصل شهدت انتشارا موسعا لعناصر داعش وأن هؤلاء شنوا أيضا عمليات اعتقال عشوائية في مناطق جنوب الموصلة طالت أكثر من مئة شخص من سكان ناحيتي القيارة والشورى شكرا